أمل في لقاح شامل للسرطان يضرب جهاز المناعة على مقاومة المرض باحثون من جامعة أريزونا الأمريكية يجرون أبحاثاً في هذا المجال منذ عشر السنوات وقد توصلوا إلى إمكانية الحصول عليه خلال هذه المدة جرى تحليل المئات من عينات دم الكلاب والبشر لتحديد الهدف الذي سيوجه إليه اللقاح وسيشهد يوليو المقبل إطلاق أكبر التجارب السريرية بمشاركة 800 كلب سليم الكلاب ستقسم إلى مجموعتين الأولى ستعطى اللقاح الجديد فيما ستعطى الثانية لقاحاً وهمية وسيتم مراقبتها خمسة أعوام لرصد الأثار الجانبية باحثون يتوقعون أن تكون فاعلية اللقاح حوالي 80% وبعد الانتهاء من التجارب على الكلاب سيجرب اللقاح على البشر